بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله مع سلسلة السيرة النبوية الطاهرة حقيقة في دقيقة مع الحلقة التاسعة والخمسين كانت المدينة المنورة معروفة بالوباء بالأمراض فأصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بلاء ومرض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لم يعرفوا ذلك والذين هاجروا من مكة إلى المدينة وصرف الله ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبه ما أصاب أصحابه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أصحابه من البلاء والمرض دع الله عز وجل أن يرفع الوباء عن المدينة المنورة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة تحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها والسلام عليكم